تحتفل مصر اليوم بعيد الفلاح واصطه تمام مكثف من الدولة على جميع المستويات بدعم الفلاحين ورعايتهم بدأ من الإصلاح الزراعي وحتى منظومة الكارت الذكي يحتفل فلاح مصر بعيدهم السابع والستين والذي اعتمده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب ثورة يوليو عام 1952 تكريما منه وانصافا للفلاح وتعويضا عن الظلم والمعاناة التي تعرض لها قبل ثورة يوليو مع نظام الإقطاع فعقب ثورة يوليو صدر اول قانون للإصلاح الزراعي وبموجبه تم تحديد سقف الملكية الزراعية ووزعت الاراضي على الفلاحين ليصبح الفلاح مالكا للارض اما حديثا فظهر اهتمام الدولة بداية من مشروع مليون ونصف المليون فدان الذي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو احد اهم مشاريع القومية الحديثة التي تستهدف انشاء ريف مصري جديد وعصري تكون نواته سلسلة من القرى النموثجية الدراسات المتعلقة بمشروع المليون ونصف المليون فدان وضعت التراكيب المحصولية لمناطق المشروع المختلفة في ثماني محافظات تقع غالبيتها في صعيد مصر وسيناء طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه مظاهر الاهتمام بالفلاح تمثلت ايضا بالمشروع القومي للصوب الزراعية الذي افتتح الرئيس السيسي مرحلته الثانية في اغسطس الماضي مشروع الصوب سيتيح باستكماله عام 2021 اكثر من 300 الف فرصة عمل جديدة مباشرة حيث يقام المشروع على مساحة 100 الف فدان ايضا وبعد انتظار طويل خرقت منظومة كارت الفلاح الى النور ليتقرر بدء العمل بها اعتبارا من اكتوبر المقبل مع وقف العمل بالبطاقات الزراعية اعتبارا من ذات التاريخ منظومة كارت الفلاح تساعد في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذي يستحق الدعم وسهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة في ابريل 2017 دخل قانون التأمين الصحي على الفلاحين حيز التنفيذ بعد ان وافق عليه البرلمان والقانون يلزم بابلاغ الجهات المعنية بتوريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويا والمقدر بمائة وعشرين جنيها عن كل فلاح الى هيئة التأمين الصحي